بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والسلام. محمد يو على الالي وصحبه وسلم اما بعد. اخبارك يا شباب. اتمنى يا رب تكونوا بخير والدنيا يماشى معكم تمام. انا عارف ان الامتحانات شغالة ومضغوطين بس ان شاء الله يعني حبي تبشركم. عشان الناس بس اللي تبعط لرسائل يا مستر وما فيش حاجة هتنزل ليلة الامتحان. لا يا برنس ده هينزلكم وابل من الفيديوهات ليلة الامتحان. الفيديوهات دي انا شغال فيها بقى ليه خمسة شهرهم تقريبا يعني بشكل متواصل. ان شاء الله رب العالمين انت عندك قبل الامتحان تلات ايام وغير النص اللي بعد المادة الفيزياء والنص اللي قبل الامتحان فانت عندك حوالي اربع ايام يا باشا للانجليزي هنملاهم. هنعمل ايه في الاربع ايام دول ساتك هتجيب كده كبات الشاي المحترمة وهتجيب الكشكول المحترم وتقعد تسمع. انا هزاكر لك ليلة الامتحان. هزاكرها لك انت مش محتاج تعمل اي حال. هيكون في الاكل. في كابسولة كده نزلت من كتاب هي فيها مش عارف كمية اسئلة ماهولة يعني. انا عرفش هم كام سؤال تحديدا بس انا سجلت فيهم حوالي تمن فيديوهات. فيديوهات مش طويلة. وبحاول اكون رتمي سريع اكتر من اللازم فيهم عشان الوقت. هعمل ايه? هعمل حاجتين. الاورانية ان انا هنزلها لك في فيديوهات. الحاجة التانية هنزل لك الملف وانا بكتب الملاحظات برضو عشان وقتك. فانت ممكن تمسك النوتة دي تطبعها مسلا هي تقريبا مية ورق باين. هتطبعها طبعا مية ما تتخدش مش اسئلة كلهم. مية فيهم شرح وفيهم قباعد وفيهم شرح حاجات كتير. انت ممكن تصفي الاسئلة تقريبا اربعين صفحة يعني. هتمسك الملف ده سيتك وتقعد في البيت. هتبدأ تحل اول صفحة. في سؤالين وقفوا معاك. تروح جائب انت الفيديو اللي فيهم السؤالين دول تسمع السؤالين دول في الفيديو وسلام عليك. ومش لازم تسمع كل الفيديوهات اكيد طبعا. يبقى دي اول حاجة هنعملها كده هنحل مع بعض كابسولة ده اول جزئية. الحاجة التانية فيما يتعلق بالمهارات عشان الطلبة طول السنة يعني يخاف من المهارات. المهارات دي يا ابن الناس بييجي فيها سؤالين حلين نفسهم. انت هتحلهم برجليك مش بيدك. هنعمل فيها كزا حاجة. اولا هنزل لك فيديو شرح للمهارات السريع كده يخربك كده عزمة. ان شاء الله عبدالعالمين هيحل لك مشاكلك بشكل سريع. الحاجة التانية هنزل برضو فيديو شرح ازاي اكتب مقال. وهكتب مقال معاك وانشوف الدنيا بتعمل ايه? في برضو في كتاب هو عامل اربع حصص للمهارات. انا حلت دول في اربع فيديوهات. في فيديوهات طويل ايه قصيرة مش طويلة ما تقلعش يعني. الاربع فيديوهات اللي في كتاب انا شايفهم ان هما جايبين كل حاجة لها علاقة بالموضوع. بس عشان نبقى يعني ناس الطالب العلم طماعة طبيعي. فانا هحل لك او انا حلت بالفعل دي. يعني فيديوهات موجودة بالفعل تسجدت. انا محبتش اطلع في الفيديو ده غير لما اخلص كل حاجة. عشان انا ما وعدش واخلف. فانا انا بكلمك عيادة كله اتعمل. في جزئات بسيطة لسه ما اتعملتش. قبل العيدة هتكون جاهزة ان شاء الله بحيس نبدأ نطلقها مباشرة بعد العيد علشان تطلع من امتحان الفيزياء متحمس كده وان شاء الله ربنا يكون نصرك على الفيزياء وتيجي على الانجليزي وحش. فالمهارات زي ما اتفقنا. هنزل فيديو شرح للنظري بتاع المهارات اللي وبيجي اختياري. وهنزل فيديو هحل او هحل معاك اه موضوع كده قدامك. اقول لك تعمل ليه. انا هعمل كده قدامك. انا ببا بحبش الكلام النظري. بحب الكلام العملي. فاقول لك يا ابني لما تيجي تكتب مقال ما فقط تعمل واحد اتنين تلاتة. تعال نعمل بقى واحد اتنين تلاتة دول مع بعض. نشوف هننفزه ولا كلام كده حلواني. وقلنا هنزل اربع حصص او من كتاب انا قلت لك عليهم دول. طيب. اه الحاجة اللي بعد كده فيما اتعلق بالقواعد. هعمل فيديو شرح للقواعد المهارات كلها وهحاول اخليه فيديو صاروخ. جاري. مش هينفع في الفيديو اقول لك والله يا ابني الماضي البسيط بتقوم بتصيف التاني للفعل. الهابل ده مش هعمله. هجيب لك الماضي البسيط التكتين تلاتة اللي فيه. سريعا كده. هنتعرض الافكار السهلة والافكار الصعبة. عشان تدخل الامتحان كده وانت قلبة جامد وبطل وبرنس. ده بالنسبة لجزئية المقواعد. طيب يا مش انحلها القواعد لا اسكتنا هوا كابسولة ايوان جايبة على كل الازمنة مع بعضها. وجايب على الازمية التراكمية. النهاردة انا كنت بخلص القواعد التراكمية في الكتاب ده بسجلها. يخرب بيت العظمة. قسما بالله فوق العظمة بشويتين تلاتة اربعة كده. جايب كل حاجة. حتى القواعد اللي مش موجودة. اللي هي زي مسلا العداد تعريف والتنكير او 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 ازا والقصة دي. الاسماء اه وموضوع مينيو ماتش والافلام اللي انت عارفه كل حاجة موجودة. ما تقلق الشابرينس. طبعا انا كده قلت لك في في فيديو شرح القواعد وفي فيديو حل القواعد من كتاب او من جزئيات اي وان. طيب بالنسبة يا مستر للقصة. القصة دي احنا ما لهاش حل غير انك تقرأها بالعربي. اقرأ بالعربي وفها من احداث. طيب انا واجبي او دوري هعملي معاك هعمل لك فيديو كده هحلي فيه شوية اسئلة على القصة ان شاء الله رب العالمين اتمنى ان احنا نوفق فيهم. وهحليك لمنحية التجريبي بتاع الوزارة. عشان منتحية التجريبي ده انت عارف ان هو الوزارة اللي عاملاه. فاحنا عايزين نتعرض لفكر الوزارة نتشوفها بتعمل ايه. الحاجات دي كلها كده وبالاضافة الى ملفات تانية. هنزلها يعني مسلا كتاب اي وان والمستر عصام وهبة والجروب اللي معاه كانوا عاملين اجابات آآ اللونج مان. عملي اطناشر واحدة فانا هجمعهم لك مجابين من الناس دي وهم يشكروا على ذلك وهيحطهم لك في الوصف تحت. اللي هيكون حالي للملف ده المستر عصام والجروب اللي معاه. وكفى ان اقول لك مستر عصام وها بقى يعني شكرا يعني احد جهبزة اللغة عمل حاجة زي كده فانت اخدها وانت مغمط. دي الناس اللي انا فعلا فعلا اعتز بمعرفتهم وبعلموهم الغزير. ولو انت في جملة من الجملة اللي هو حالي لها وانت شافة حالة غلط لا ابرنسو حالي صح. واكتب لي بس في كده وانا هجيب لك المصدر اللي هو اعتمد عليه لان الناس دي ما وتجيبش جملة غير بمصدرها وفيش اي حد بيهدل. ده بالنسبة للموضوع تلك. يبقى احنا هنعمل كده حاجات انا كاتبها لك قدامي هقراها تاني. هنحل كابسولة اي وان. دي اسئلة على كل حاجة في منهج كل هفوات وكل صعوبات المهج موجودة. المهارات بتاعة ليلة الامتحان. آآ من العملقة هصورها وحلها لك. فيديو شرح قواعد. وفيديو مهارات من كتاب دي اربع فيديوهات طبعا اربع حصص. وهنعمل فيديو اللي انشرح فيه المهارات بشكل الاختياري. يعني الانتروداكشن بيكون فيها ايه? والحوارات دي. هحل لك مشكلتها بشكل سهل ان شاء الله. وفي فيديو هنحل فيها اسئلة القصة. وهنحل التجريبي. وفي فيديو هنحل مع بعض. مفيش حاجة احنا ان شاء الله كده سيبناها. لو في حاجة سيبناها اكتب ليه في الكومينتز. انا ليه ان اعملت الفيديو ده دلوقتي. انا مفوق التعمل من بدري. انا مردتش اعمله بصراحة غير لما اعمل الاول واصور تسعين في المية من الفيديوهات اللي هتنزل دي. انا دلوقتي فيه تلتاشر فيديو. هلها هو تلتاشر فيديو هنسمع ده كله امتى? ما هو انت مش لازم تسمع كل حاجة. بداية يعني. كل اللي انا هشرحه. الشرح انت مش لازم تسمعه. انت لازم تشوف الحل. فانا الملفات اللي هنزلها حضرتك. آآ ملفات الحل اللي انا هحلها على القناة. انت ممكن تحل بنفسك. وانا علشان طبعا الموضوع مش مش تجاري او مش تجارة يعني. فانا مسلا اسمي المسال كابسولة ايوان. انا هنزل لها محلول الفيديوهات. وهنزل لك الملف اللي انا حالل فيه. في في الوصف بتاع كل فيديو. انا عامل خاصة كده بالمراجعة. هتلاقي في كل فيديو في البلايلست تحت الملف اللي انت شفني بحل فيه. وانا حله. يعني هتلاقي محلول. فانت ممكن تنزل الملف وتعلم لنفسك سريع سريع. والجزئية اللي فيها مشاكل تكتبلي في وان شاء الله يعني انا بخطط نعمل كده تاني يوم في يعني انت هتخلص فيزيا نهارده. بكرة هتذكر انجليزي. اليوم التاني بقى. هنعمل مع بعض نقعد ساعتين تراتة كده في مع بعض. لو عندك اسئلة تكتبها. هلأكيد مش هلح اجواب على كل اسئلة في بس انا بعد ما خلط برضو هجواب على كل اسئلة اللي انتو عملتوها في اللايف. اتمنى كده يا برينس تكون ديني ماشي معك كويس. وعد نام. انت خلص انت خلصت الثاني. مش هقولك انت بتخلص. انت خلصت يا عم. والف مبروك عليك سنوية عام ما خلصت. اي انكات النهاية. النجاح والفشل ما هم مش سنوية عام. المهم انك تبقى انسان نجح في حياتك. ما فيش واحد يعني مش عايز. مش عايز يقولك ما فيش دكتور بيكون غني. الناس كلها ممكن تبقى غنية. اي واحد يعني في اي شغلانة ممكن يبقى غني. الايام الجاية دي حبيبي يعني خالص يعني. المهم انك انت هتكون شخص ناجح في حياتك بتاع تشتغل. بتاع تعمل بيزنس محترم كده. تجيب من وراء فلوس وتبقى انت كده ناجح يا حبيبي. مش لازم تبقى دكتور يا ابن الناس وقسم بالله. مش لازم تبقى دكتور. ولا لازم تتلاسع في العيادة اربع عشرين ساعة في اليوم. مش لازم. المهم ان ربنا وفقك كده اشد حيالك يا وحش. ومن يوم اتخلص فيزي وتطلع هتلاقي القناة معبقة بفيديوهات. وهي طبعا في جروب تليجرام. انا هتلاقيني برضو حطولك في وصف الفيديوهات اللي انا هنزلها في ليلة الامتحان. لو انت مستعجل مش قادرة عن نفسك هتلاقي نفسك بتتواصل معي في التليجرام. بس عموما دايما لو عندك سؤال عايز تسألهولي اكتب لي اسئلتك فيه بتاعة الفيديوهات اللي انت بتسمحها على اليوتيوب عشان انا بتابع الفيديوهات اللي عن دول وبقاب على كل اسئلة ان شاء الله. بالتوفيق. واعرف الناس باقي على القناة عشان الناس تسمع معانا المراكعة. والسلام عليكم على طلاب وبركاته. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة